انا من الاول بقول ان منظومة نفسها تحتاج الى اعادة نظر زيادة اعادة القضاء زيادة اعادة وكلاء النيابة انشاء او استكمال انشاء اكاديمية القضاء حتى يمكن ان نرتفع بمستوى الثقافي الكامل لمعاون النيابة ومساعد النيابة ضبط في عملية المحامة معهد المحامة وان يكون جاد جدا ولا يصرح من المهنة الا لمن هو حاصل على شهادة هذا المعهد العظيم بالشكل ده بالزيادة دي والنظام ده وضع ضوابط لتحجيد الجلسات ما عقودش القاعة فيها مية خمس تلاف بني ادم ليه انا فيه اضايا عندي ان داني رئيس محكمة الجنيهات اثناء انظر اضايا في قطنم ده قال لي انا عايز اعرف انا اللي عنده قول انتو اللي عنده اه يعني معناه ان احنا محاصرينه صحيح صحيح فاقلت الموكل يا عم اطرد مشي الناس قريبك دول ما يدرش يمشيه يمشيه اذا هناك استفزاز من المنصة وهناك استفزاز من المنصة المحامي وموكله لما ترفض سماع دفاعه يبقى اذا ده عشان ازيل ده لازم يكون زيادة العدد لازم يكون تنظيم اللقاء تنظيم معايد ده كان امشتر طيب انا اجمالا اجمالا استطيعا اقول انه النيابة واعضاء وكلاء النيابة بيعيشوا في ظروف صحبة من حيث كم العمل والاجهاد الكبير تمام يقابلهم ايضا المحامي بيقوم بجاهد كبير في تخمة الاعمال خاصة الاعداد كبيرة وفي حاجة الى تدريب وتأهيل كذلك وكلاء النيابة وعضاء النيابة في حاجة الى تدريب وتأهيل وجزء كبير جدا منهم في العلاقة ما بين المحامي وبين القضاء بدء من النيابة والقضاء الجزء ده ييجي علشان انا اعمل له وضع حقيقي وحلول عملية يبقى لازم مجلس النقابة والنقابة يعني تقوم بدورها فيما تعلق بالمحامين في التأهيل والتدريب وترسيخ الثقافة وكذلك النيابة والقضاء نفس الحكاية ويبقى ما فيش مانع من انه يبقى فيه لقاءات دولية ومؤتمرات عامة بحيث انه يبقى كافية التعامل بين الاثنين وبالتالي مهم جدا انهي موثيل علشان يبقى فيه ايمان راسخ انهما شركاء بالفعل في العديد وبالتالي المشاكل المشاكل اللومية هل تفضرها ثم شركاء شركاء العديد شرفتنا يا دكتور شخص عمر تحياتنا يا ستماسيشور دائما بتشرفنا في النهاية يعني انا بحيث ضيوفي الكرام اولا على هذا التعقل الشديد والرغبة في المصلحة العامة زي ما انا قلت من شوية انا الاوان للعقلاء في الطرفين ان يظهروا وتحدثوا الان انا الاوان ان احنا نضبط النفس ويقر كل طرف باهمية الطرف الاخر قدسية ووقار وكلاء النيابة والقضاء باعتبرهم احد شركاء تحقيق العدالة وعلى المحامي ان يوقن وعلى الاطراف الاخرى من الوكيد النيابة والقاضي ان يوقن ان المحامي مش هو الفرد النايمة او الجهة النايمة بالعكس هو شريك اساسي واصيل في تحقيق العدالة وعندما يحدث ذلك اعتقد ان ميزان العدالة سيستقيم في مصر على العقلاء ان يظهروا وعلى الوسطاء ان يمتنعوا نلتقي بعد الفاصل